اشتركوا في القناة الجنون طيب ليش ليش بتتهموا بالجنون اه ما هو بقول انه الله سبحانه وتعالى يحدثه وينسي وبقول انه شاف ملك وبقول انه الملك كان مستعرض في السماء خيالات هاي هذا عنده جنون يعني دائما اهل الشبهات يعني ممكن يجدوا لهم مداخل ويحرفوا زي ما بدهم بيجدوا مداخل وهو بكفي انه يقول رأي جبريل يملأ جاءني جبريل وانا في غار حراء وقال لي كذا ما شفنات جبريل مارق يعني اهل الشبهات وبقول انه الله يحدثه طب هم قالوا طبعا ساحر قالوا شاعر وهم كانوا محتارين شو يقولوا كيف يلفولها ومنها مجنون يعني ما تستغربوش انه قالوا مجنون لانه يعني في بعض المضاعر ما ينطق به مش معتاد مش معتاد ويتهيأ له تصوروا في ايش اقسم سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك ايش نعمة ربه الوحي بمجنون ها انت ملاحظين طبعا الباء هنا سواء كلنا سببية يعني بسبب نعمة ربك مجنون مش معقول تكون اصلا مش معقول تكون بسبب النعمة اللي انعمها الله عليك تكون مجنون بشيك او مرات الباء فيها مصاحبة ملابسة يعني طالما لابسته النعمة وغشيته ما ممكن يكون مجنون وانتبهوا الان بعد شوية خلينا نكفز مشان نشوف لاحظوا ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لأجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم لاحظوا وانك لعلى خلق عظيم انتهى على فكرة تم بهذا الشكل القضاء على تهمة ايش الجنون ليش لانه لا يمكن ان تجد مجنون له اخلاق لانه الجنون شو هو الجنون يعني الضوابط كلها والبركات سايبة فلما تكون سايبة شو باخطر بالي المجنون بقول لكن انت لما تكون عاقل وذلك ضوابط باخطر مرات في بالك بتقول لا لا يليك لا يليك اقول هالكلام والله لولا الحياة لولا الحياة كان شو ها كان شو ها فخلص هذه انتبهوا هذه مصادرة على التهمة انتهى الموضوع وفيك لما تفكر فيها ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لأجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم لانه شايفينهم وشايفين اخلاقه وانضباطه وتفاصيل كيف فسره الان كيف هذا بيكون مجنون والمجنون بركاته ما لها ضوابطه ما لها البراغي شو خلصنا انتبهتوا ليش اجت هاي وانك لعلى لعلى خلق عظيم ومش بس خلقك عظيم انت على شو يعني على انتبهوا الان شو يعني على كيف اللي بيبكى راكب على هو استعلاء واستحكام لا اخوه استعلاء مستعلي فوق حتى فوق الاخلاق العظيمة فوق الاخلاق العظيمة على تصوروا تحته تحته الخلق العظيم ووصف عظيم مش خلق حسن بس عظيم شو بعد هيك لما يكون خلق عظيم طبعا ما هو قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنه بدنا نستلهم تمام وانك شوفوا الان وانك تجديد هذا لا هي كمان تأكيد تأكيد بانه وانك لا لا لم مش انك على لا لا تألو الخلق العظيم وتسيطرته خلصنا اذا بدنا نناقش للجنون طب اليوم بتجدوا في اعلام الطغا والفاسدين والمنحرفين واللي بقاوم الدين تهم ومش تهم الناس كلما كانت اليوم واعية على فكرة هذه التهم ببساطة اما بتجد هذا من شأن دي ربالكم ها لما بيعجزوا عن مقاومة الفكرة ومقاومة العقيدة الحق شو بعملوا بيبدأوا يسربوا تهم وشبهات وإلى آخره لعلهم ايش يضلوا الناس ويحرفوهم دي ربالكم مش احنا 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 راح تلاحظوا هذه الآيات هذه الآيات بتمس واقعنا اليوم واللي بصير خصوصا لما نتقدم راح يتضح على الكلام واللي بصير كله هذا اللي صار مع الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر مجنون شاعر يعلمه بشر طيب وشو كمان عندكم وهذا اليوم بهذه الطريقة كيف بدهم يقاوموا الدين على ذكره الإسلام آه يقاوموا عن طريق تشويه الصورة في أذهان البشر حتى البشر ما يتقبلوش ولذلك البشر الفهمانين لما مرت بتعرفوا على الدين بيقول لك ايش وين كانوا هذول القيلين عن الدين وهذا هو الدين في الحق ويا معا بتشوفوا كل يوم الثاني اللي بيسلمها دول وبتسألهم شو كيف أسلمت انت ما كانش بيعرف ما كانش كانوا كانوا بيحاولوا بيحاولوا يضللوا والتضليل هذا على فكرة خصوصا في عالم الغرب هذا له قرون بس الآن له قرون وفيه كتابات قديمة في وصف الإسلام ووصف الرسول بطرق مشان شعوبهم الأوروبية تظل بعيد عن الإسلام لحمايتها كتب موجود لحد الآن ونقرأها شو كانوا يقولوا قبل 200 و300 و400 سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم واليوم نفس الأسريب ماشية بس إذا بتلاحظوا عم بنهزموا هالكتما هو فيما بعد هالكتما الآيات بتيجي معنا بنشوف في النهاية في النهاية معروف بيحاولوا ولكن اليوم صاروا أخطر ليش لهم بيستخدموا علم النفس وباستخدموا علم الاجتماع وعلوم شتى وفي وسائل إعلام اليوم وسائل إعلام بطال الملايين وانت في المقابل على ذكرى ممكن تستخدم هذه الوسائل برضو وتخاطب الملايين برضو صار في مجال عندنا يعني يمكن كل إنسان فينا اليوم يكون داعية يسمعوا الملايين والأنبياء القدماء ممكن النبي ما يسمعوهوش إلا كان آلاف يعني يونس عليه السلام أرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون اليوم بتجدوا بعض الدعاء ممكن بتجد خلال يومين ثلاثة ولا هم مستمعين له أكثر من مائة ألف أو يزيدون انتبعوا كيف تصار في مجال اليوم واسع مثل ما إنه في مجال التضليل وسوق تباع فيه البضاعة السمينة والباخسة كل الناس بتبيع ولكل صاقطت لاقطة إلا تجدوا يعني كل واحد تجد ناس يعجبهم هذا يعجبوا هذا بس المهم في النهاية لا عامة الناس لما يبلغها الحق ويقفها باختلف نون والقلم يوما يفطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون